اشتركوا في القناة ومملكة السويد وجمهورية كرواتيا في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا وأكدت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين واعتزازها بنجاح جهود وساطة المملكة العربية السعودية في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم باعتبارها واحدة من المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرائدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في الحرص على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومساندة الهدنة الإنسانية في الجمهوريات اليمنية وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للعديد من البلدان حول العالم وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب ووقف تداعيتها الإنسانية وتعزيز الأمن والسلام الدولي لا سيما في ظل التقدير العالمي للدبلوماسية السعودية الحكيمة بقيادة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم ولي عهده الأمين حفظهم الله وما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وأمني عالمي ودورها القيادي والمحوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية وإرساء قيم السلام والتسامح والاعتدال ومكانتها المرموقة على مر التاريخ في بحيطها العربي والإسلامي والدولي وتأكيد حضورها الدولي المميز بقيادتها لمجموعة العشرين منذ عامين بحكمة واقتدار بحكمة واقتدار اشتركوا في القناة